لو كانت للزنوب رائحة ما قوي أحد على مجالسة لكن ستر ربنا مش ستر ربنا إن هو ستر الزنوب ده ستر ربنا اللي خلى الزنوب مرهاش ريحة يا الله على ده ستر ولا جمال جبر خاطر كم من الأيام حصيت إن حياتك انتهت لإن أنت وقعت في معصية أو وقعت في شيء وبعد كده لقيت بتكمل حياتك يعني وخاطرك مجبور وعشان كده لازم تفهم ده فهم صحيح رقم خمسة بقى عشان إحنا قلنا خمس حاجات عشان يحج القلب أول حاجة قلنا نحرم تاني حاجة قلنا إن إحنا نطوف تاريت حاجة قلنا إن إحنا نسعى وبعد كده قلنا تعالوا نشوف بقى رمي الجمرات بقى رمي الجمرات بقى إيه لازم تكذب نفسك الأموار بالسوق وتصدق مولاك سبحانه وتعالى تصدق مولاك إن هو لطيف بعباده تصدق مولاك إن هو أعطاك أعطاك من لا يخشى الفاق وساعتها بقى يا الله على الجمال ويا الله على اللطف ويا الله على الرحمة اللي تحصل لك يبقى تعالوا أفكركم بالخمس حاجات اللي بيها نحرم اللي بيها نحج حج القلوب أول شيء تكلمنا عنه كان إيه يا سيدي؟ إن أنت تحرم يعني إيه تحرم؟ يعني تحرم على قلبك الخوف والرعب وتتجرد من المخيط المحيط تتجرد على الحاجات المفصلة على قلبك المفصلة مين المفصل الحاجات دي؟ المفصل لك الحاجات دي نفسك الأموار بالسوق تخليها على قدك بالزبط لا تخلع ده تخلع ده وتلقيه تبدأ ممكن؟ آه ممكن آه ممكن جدا تعمله في حياتك دي تعمله في حياتك إزاي؟ تتجرد من ده إزاي؟ بأن أنت على طول تكون دائم التذكر بأن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يدبر أمرك بيده إلى بيدك وأن الله سبحانه وتعالى يصنع حياتك على عينه لا على عينك أنت وأن ربنا غيب أقداره وألطافه عنك تخلي بالك تاني حاجة أنك تطوف هو القلب يطوف؟ نعم القلب يطوف يطوف يعني إيه؟ يطوف من يبدأ منك إليه التواف ده بتهاجر منك إلى الله طب وإيه اللي يخليك تحس بالتواف؟ أن أنت تتأقن أن ربنا نظر إلى قلبك طب نظر إلى قلبك يعني إيه؟ بيسندك وبيمدك يبقى إليه حاصل؟ كل أن نمده هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك آه أنت عندك عطاء ربنا نظر إليك عشان بيعطيك تالت حاجة تسعة تسعة ما بين إيه؟ تسعة ما بين الصفا والمروة يعني إيه؟ تسعة ما بين المودة والرحمة مثلاً في بيتك تسعة في الشغل ما بين الإتقان والمداومة سبعة شوات تفضل تستمر فيها على طول على طول على طول على طول فتفضل تعمل كده فإيه اللي حاصل؟ فتبقى دي أشواط تدخلك في أمان الله زي ما فيه كانت طواف إيه اللي حاصل؟ وصلت إلى اليقين بأنك تحيا بمدد الله السعي هيوصلك إلى يقين السعي بقى هيوصلك إلى إيه؟ إلى أن أنت في مأمن في أمان الله زي ما كانت هاجر في أمن الله زي ما ربنا أعطاه وبعد كده إيه اللي يحصل؟ ندخل بقى على عرفة والتعرف على الله اتعرف على الله طول الأيام العاشر وخاصة في يوم عرفة تعرف على الله تعرف على جمال الله يبقى أنت في هذه الأيام لو أنك تعرفت على جمال الله جمال الستر جمال الجبر جمال التدبير جمال المحبة جمال التلطف جمال الحفظ كل دي تجليات من تجليات جمال الله وبعد كده ندخل بقى على رمي الجمار إيه اللي حاصل؟ ارمي نفسك الأمارة بالسوق زي ما بنرمي الشيطان كذبها وما تصدقهاش وصدق مولاك عندما يقول لك الله لطيف بعبادي صدق مولاك وبيقول لك أليس الله بكافر عبده ساعتها يبقى قلبك حج حج فأحرم ومش بس أحرم وطاف مش بس طاف وسعه مش بس سعه وتعرف على الله مش بس تتعرف على الله وكمان رمى نفس الأمارة بالسوق بالأحجار فنسرت في قلبه الأنوار يا رب اجعل قلوبنا من قلوب تحج إليك يا رب العالمين وتتطهر من غوايتها وتحصل على هدايتها بكرمك وفتحك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين